أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة بذل أقصى الجهود الدولية لوقف الحرب على غزة مبينا جلالته أهمية تسهيل إيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة وحماية المدنيين الأبرياء محذرا كذلك من إعاقة عمل المنظمات الدولية أثناء قيامها بواجباتها الإنسانية وكان جلالة الملك قد وجه بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عن طريق معبر رفح كما وجه جلالته بتحديد الإحتياجات المطلوبة للأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وتوفيرها بالسرعة الممكنة وتنفيذا لتوجيهات جلالته سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مساعدات طبية وإغاثية لدعم الأشقاء في غزة ومن جهتها شكرت وزارة الصحة في قطاع غزة جلالة الملك عبدالله الثاني على توجيهاته السامية لإبقاء المستشفى الميدان الأردن في غزة والاستمرار في عمله ليكمل مسيرته الخدماتية وإسناده للمنظومة الصحية في علاج الجرح والمرضى رغم الصعوبات والتحديات كما عربت وكالة الأمم المتحدة للإغاثة وتشغيل اللاجئين الأنروا عن شكرها الكبير للأردن الذي كان أول من قدم مساعدات للوكالة تمكنها من العمل على مواجهة الأزمة الكارثية في القطاع وتنفيذا للتوجيهات الملكية فقد خصصت الحكومة الأردنية مبلغ ثلاثة ملايين دينار لتحويلها إلى الأنروا فوراً ترجمة نانسي قنقر